فصون جديد من الاعتداءات الصهيونية بحق المجد الأقصى المباركة حيث تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءاتها القمعية العسكرية غير المسبوقة وسط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة لليوم الخامس على التوالي وبموجب هذه الإجراءات شلت قوات الاحتلال حركة المواطنين من وإلى القدس القديمة ومقدساتها ومسجدها الأقصى وحاراتها وأسواقها التائخية عادة ما تكون في ذرواتها في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك وذلك بفرض حصان عسكري محكم حول المنطقة فضلا عن منع دخول سكان الضفة الغربية المحتلة للمدينة المقدسة الأمر الذي أصاب الأجواء الرمضانية والتعبدية والحركة التجارية بشكل كبير في المدينة المقدسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين أكد أن الاعتداء هو استمرار لمسلسل التغويد الذي يستهدف القدس ومجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض إسرار حكومة ناتنياهو على المضي في تصعيدها العدواني المستمر لتدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي وسط تجاهل دولي وطواطئ من عراب البترو دولار خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي الهدف في تصفية القضية الفلسطينية